ثمانية عشر حيوان يتمتعون بقدر عال من الذكاء تمكنت طبيعة من جعلنا ندرك أن العديد من الحيوانات يتمتعوا بقدرات لم نكن قادرين على تصديقها فهم يتمتعون بقدر عال من الذكاء لم نكن نعرف أنهم يتمتعون به من قبل ونحن هنا اليوم سنعرض عليكم بعضهم وسنخبركم بمدى الذكاء الذي يتمتعون به تابعونا السنجاب صدق أو لا تصدق هذا الحيوان لديه ذاكرة أفضل بكثير من الذاكرة الخاصة بنا نحن البشر ربما أننا لنتذكر ما الذي تناولناه بالأمس في الليلة السابقة ولكن السنجاب لديه القدرة على معرفة مكان آلاف من البندق الذي قد تم دفنها تحت الأرض في أماكن مختلفة حتى لو مر عليها ستة أشهر كما أنهم يتميزون بقدرة رائعة على خداع باقي الحيوانات فلو أدرك السنجاب أن هناك حيوان يراقبه ويسرق طعامه سيقوم بعمل فتحة مختلفة وجديدة وسيخدع هذا الحيوان وحينما يقترب لا يجد طعاما بداخلها مما يجعل السنجاب قدرا على الهرب لمكان آخر ليضع فيه طعامه الغراب الغراب يمثل أينشتاين في عالم الحيوانات فهو يتمتع بقدرة لمثيل لها من الذكاء التي تجعله فريدا من نوعه بين باقي الحيوانات حيث قام مجموعة من العلماء بوضع لعبة داخل زجاجة مليئة بالمياه وأمر الغراب بإخراجها منه من الطبيعي أنه لن يتمكن من فعل هذا بفمه لذا أحضر صخورا صغيرة وألقاها في المياه مما أدى لارتفاع اللعبة ووصل لها كما أنهم قادرين على معرفة الأوجه وتذكرها وهذا يمكنهم أيضا من التفرقة بين الطرق الوعرة والسالكة كما يمكنهم تذكر مسارات سيارات القمامة للبحث عن الطعام هذا الحيوان يتميز بذكاء لمثيل له فهو قادر على تنفيذ العديد من عمليات السارقة بذكاء حيث أنه يتمكن من فتح القفل بمفرده فهو قادر على حل هذا اللغز الصعب في أقل من عشر محاولات وقادر على تذكر كل حل لمدة ثلاث سنوات فهو لديه القدرة على استخدام أطرافه بعناية وقادر على الاستماع لكل خطوات الديدان تحت الأرض الخنزير يتمتع الخنزير بقدر عال من الذكاء حيث أنه حينما يتم ستة أسابيع يكون قادرا على رؤية ومعرفة مفهوم الانعكاس في المرآة حيث لا يشعر بالخوف مثل باقي الحيوانات حيث أن البشر لا يدركون مفهوم الانعكاس إلا بعد أكثر من سنة أي أو سنتين كما أنهم قادرين على فهم المشاعر والأحاسيس كما أنهم قادرين على حل الألغاز وتكوين صداقات رائعة الدولفن من المعروف أن الدولفن هو أذكى كائنات المحيط على الإطلاق حيث أنه يعتبر الثاني أذكى حيوان على كوكب الأرض كما أن لديهم القدرة على التعبير عن مشاعرهم حتى أنهم لديهم القدرة على تقليد سلوك البشر حتى أنهم قادرين على حمل القمامة وإلقائها في الصندوق الخاص بها لو أننا لحظنا كل هذا فما هو الذي لم نلاحظه حتى اليوم النحل هذه الحشارة تعرف بأن لديها لدغة مؤلمة للغاية تسبب لك آلما ومعاناة كثيرة لكن بالرغم من ذلك فهي تتمتع بأشياء رائعة حيث يوجد لديهم مفهوم الديمقراطية ويطبقونه بشكل صحيح حيث أنه حينما تمتلئ الخلية بالنحل تخرج نحلة لتبحث عن موقع جديد لها ولو وجدت تعود لهم وترقص مما يعني أنهم يتمتعون بموهبة فذة في الرقص مما يعني أنهم لديهم القدرة على التعامل فيما بينهم بصورة لا مثيل لها الببغاء يعرف الببغاء بذكائه الشديد لكن بالرغم من ذلك يتميز عنهم الببغاء الرمادي الأفريقي في الحقيقة فهم لديهم قدرة على تقليد كلام البشر بصورة رائعة كما أن لديهم القدرة على حفظ الكثير من الكلمات ولديهم القدرة على حل الألغاز كما أنه قادر على معرفة ما ينقصه في الطعام ويقال إنه يبلغ من العمر في الذكاء كطفلا يتراوح ما بين الثالثة إلى خمس سنوات وهذا تقدم كبير في عالم الحيوان الشامبانزي هذا الحيوان شبيه للإنسان كثيرا كما أن لديه القدرة على استخدام العديد من الأدوات في يومه حتى يتمكن من فتح الثمرات والحصول على الطعام كما أنهم يشكلون العصى لتكون كرمح مثل البشر لديهم القدرة على انتزاع الحشرات من شعر بقي الأفراد ويكونون صدقات رائعة البابون يتميز هذا الحيوان بقدرته العالية على حل المشاكل بقدرة رائعة فهو لديه القدرة على التعامل مع التوتر كما أن لديه القدرة على التعامل مع باقي مشاكل الطبيعة هذا يجعلهم متميزين عن غيرهم من الحيوانات الأخطبوط يعتبر هذا الحيوان من أكثر الحيوانات براعة في الهروب فهو لديه عقل كبير يجعله قادرا على استخدامه بصورة صحيحة وهذا ما يمكنه كثيرا من الهرب من مواقف مختلفة في أماكن ضيقة فهو قادر على استخدام الصخور لكسر الزجاج وقادر على إلقاء المياه على الكهرباء حتى يحدث ماسا يؤدي لقطع التيار ويبقى في الظلام الأفيال بالرغم من مدى ذكائنا إلا أن عقلنا صغيرا للغاية مع عقل الفيلة فهم لديهم القدرة على علاج أنفسهم حينما يعانون من مرض ما كما أنهم لا يقومون بدفن الموت حينما تنتهي حياتهم كما أنهم مثل الخنازير قادرين على أن يتعرفوا على أنفسهم في المرأة سمكة البقعة السوداء تعيش هذه السمكة في الهند وفي المحيط الهادي ما يجعل هذه السمكة ذكية عن غيرها وهي قدرتها في تناول الطعام بصورة تجعلها مميزة عن باقي الحيوانات فهي تفضل تناول السلطعون والقواقع والحلزون لهذا هي تضطر لعميهم على الصخور بقوة حتى تنكسر القشرة ويمكنها من تناول ما يوجد في الداخل هتان السمكتان يتعاونان معا بالرغم من كونهما نوعان مختلفان حيث أن هذا يحدث حينما تقوم هذه السمكة التي تشبه الثعبان بتهديد باقي السمك حيث يخرج من بيته ويجبر على لقاء هذه السمكة الآخر التي تلتهمهم ومن ثم يحدث تبادل في هذه العملية سمكة مانتاري هذه السمكة تتميز بأنها صاحبة أكبر مخ في المحيط حيث أن عقلها أكبر من عقل الحوت عشر مرات قادرة على تمييز نفسها في المرأة وقادرة على حل الألغاز وترحب بباقي الأسماك الفئران من الطبيعي أننا نصاب بالذهول من تصرفاتهم فهم يتصرفون كما نتصرف نحن حيث أثبتت الدراسات أنهم يشعرون بالحماس والتوتر والقلق والخوف فهم لديهم حسة شم قوية تمكنهم من النجاة ومن تجنب البكتيريا وهذا ما يجعل العلماء يهتمون بدراستهم النمل تعتبر النملة من أذكى الحشرات على كوكب الأرض حيث أنهم يتعاملون كفريق واحد بالرغم من أن البشر لا يقدرون على ذلك فهم لديهم القدرة على البحث معا عن الطعام والدفاع عن بيتهم وطعامهم ضد الحشرات الكبرى ربما تكون الواحدة منهم صغيرة ولكن كجيش كامل لم تقدر عن الدفاع عن نفسك أمامهم الحمام هذه المخلوقات استخدمت كثيرا قديما حيث كانت تعتبر المرسال بين الأصدقاء لديهم القدرة على تذكر الحرف والكلمات ووجوه الأشخاص الكلاب لا يمكننا أن ننسى أفضل صديق للإنسان وهو الكلب بالطبع تتمكن هذه الكلاب من معرفة إن كان هناك شخص غريب في المنزل أم لا وهذا ما يجعل الإنسان يندهش من مدى ذكائها أخبرني أي من هذه الحيوانات أصابك بالدهشة في هذا الفيديو وهل تعرف حيوانا آخر يتصف بالذكاء لم نذكره اليوم أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة